دكتور هشام يمكن احنا كنا بنتكلم على انه فخامة الرئيس وجه به تطوير برامج تأهيل الامة بطبيعة الحال الوزارة عندها برامج للتطوير والتأهيل بما يتفق او يواكب او يساير القضايا المعاصرة ايه شكل البرنامج ده او شكل البرامج ده هنعمل ايه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والاشتراك في المسلمين سيدنا محمد وعلى اهلي وصحبيه ومن دعب دعواتي الى يوم الدين كله شكله بالتقدير والتحية الحرارة التانية وعلى الصدافة الكريمة ولسادة المشاهدين احنا بس عايزين نقول يعني في البداية كلمة حق كلمة حق انا اصلا امام مسجد جميل انا طول عمري كنت في وزارة الاوقاف انا 29 انا عمري ما شفت في وزارة الاوقاف تدريبات لسادة الامة غير عادية التدريب كان فيه تدريب روتيني عادي بعد ما تتخرج من الجامعة تخش التدريب عادي خالص اسمه تدريب تأهيلي تاخد فيه تفسير وحديث زي الامر اللي كان في الجامعة الامر ده فيضل ثابت الى ان تولى مع الستاذ دكتور محمد مختارجون مع وزارة الاوقاف احدث يعني تدريب نوعي غير مسبوق في تاريخ الوزارة اصبح النهاردة فيه حاجات يعني بالنسبة لنا احنا اكامة غريبة جدا اصبح فيه خطة مدروسة للتدريب اصبح فيه حاجة اسمه تدريب التأهيل البداية خالص للامر ده موجود لكن اصبح النهاردة فيه تدريب غير مسبوق انت بتضرب النهاردة على استراتيجية الامن القومي انت بتضرب النهاردة على مفاهيم يجب ان تصحح المفاهيم المغلوطة اللي احنا كلنا عنينا فيها في الاولى القابل كده من التفسيرات الخاطئة من التأويلات الباطلة من اللعب بالدين بالعواطف بالمشاعر باي شيء تاني تحميل النصوص ما لا تتحمله اصبح النهاردة فيه دورات متخصصة في تصحيح المفاهيم الخاطئة ازاي انت تتعامل مع هذا المفهوم ازاي انت تظهر سماحة الاسلام ازاي انت تظهر المقاصد السامية للقرآني والسنة ازاي انت تفهم القرآن وتفهم السنة عشان كده يمكن من احدث الاصدارات اللي نزلت في وزارة الوقافية عندنا كتاب اسمه العقل والنص مع ان ممكن نقول ان النص سابق النص القرآني والنص السنة لكن احنا قدمنا له العقل على النص انا لو مش فهم النص ما ليهوش فايدة عندي انا ممكن اجيب القرآن والسنة واقلب براحتي زي ما كان حاصل قبل كده لكن احنا بلوك العقل في فهم النص ازاي انت تفهم النص حاجة بستخلص يمكن من ضمن الحاجات تصحيح المفاهيم يمكن مثلا حديث السواك وده حديث مشهور جدا يمكن كن نشوف الشخص يخش بالسواك المسجد وحطه في جيبه ويجي يصلي بالسواك رايح جاي ممكن السواك ده ما يكونش نظيف ما يكونش مثلا طاهر لا هو اهم حاجة عنده السواك طب هو الهدف والغاية النظافة حاطة نبيش عايز السواك حاطة نبي عايز عايز النظافة النظافة الاصل في الموضوع الاصل في الموضوع لما هي أستعمل المعجون النهاردة أو الغسول أقول لك لا أنت كده مش مسلم أنت كده مش مطبق السنة هي السنة إيه النظافة يبقى سواء كان فيه سواك كان فيه معجون كان فيه غسول يبقى الهدف الأساسي النظافة يبقى ننظر إلى النص وفاهم النص الصحيح في العصر الحديث لأن أنا لو قلت لازم أن السواك يبقى كده الإسلام ده متحجر الإسلام ده لا يصلح لكل زمان ومكان طب هو يصلح لكل زمان ومكان إزاي لازم أنا أكون فاهم أكون فاهم النص كويس وإزاي أطبق هذا النص فهذا ما حدث في وزارة الأوقاف في عهد الأستاذ دكتور محمد مختار الجمعة تدريب الأئمة على تصحيح المفاهيم الخطئة ويقص على زيك في كل المفاهيم الموجودة وكل الحاجات اللي كانت مغلوطة وكل الحاجات اللي كانت تلقى وتبس يعني الليل النهار وعينينا منها ظلم وعصور كثيرة لكن النهاردة أصبح فيه تدريب غير عادي